مثل مسؤول الخزينة العامة بالصليب الأحمر الشادي مثل الرئيس الوطني للصليب في افتتاع عمل الورشة التدريبية التي نظمت لصالح العاملين بالصليب الأحمر بغية رفع كفاءاتهم في المجالات المختلفة أبدالله هارون ضمن الخطط والاستراتيجيات التي عدها الصليب الأحمر الشادي لتنمية وتطوير قدرات العاملين بالصليب جاءت هذه الورشة التدريبية لعداد السياسة الوطنية للصليب والتي تهدف إلى تقوية كفاعات الآملين وعليه فقد هنى جيمتينباي إتيين المساعد في الصليب الأحمر الدولي المشاركين في فعاليات عمال الورشة حيث أكد أن تدريب وتأهيل الكادر البشري يعد ضروريا وهزهم على التفاعل والانسجام مع عمال الورشة في كلمته الافتتاهية بهذه المناسبة مسؤول القزينة الأمى بالصليب الأحمر بشير ألي حقار ممثلا للرئيس الوطني قال إن الدورة ستساهم في تمكين الشباب من أجل تطوير وتنمية قدراتهم وكذا مشاركتهم فعليا في محادثات ومناقشات مواقع اتقاذ القرارات هذا فإن عمال الورشة التدريبية تستمر لمدة قمسة أيام للتوالي ترجمة نانسي قنقر